السلام عليكم ورحمة الله أمر الله سبحانه وتعالى عباده المتقين بالمسارعة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين أعدا لهم على الطريق الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون فلما سارعوا وسلكوه كافأهم الله عز وجل وفازوا فوزا عظيما أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم أولئك المتقين الموصوفين بتلك الصفات العظيمة جزاؤهم مغفرة عظيمة من ربهم تسطر ذنوبهم وتمسح خطاياهم ألاحظ معي أخي الكريم لعلو منزلتهم وسمو مكانتهم استخدم الله عز وجل اسم الإشارة أولئك وجنات تجري من تحتها الأنهار ولهم جنات عظيمة ليست كجنات الدنيا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فيها أشجار مثمرة وقصور بديعة ليست كأشجار وقصور الدنيا وتلك الأشجار والقصور تجري من تحتها أنهار ليست كأنهار الدنيا فليس لها أخدود وهي تجري في كل وقت ولا تنقص أبدا وتخيل معي أخي الكريم ماذا روعة رؤية الأنهار الجارية مع الجنان البديعة وفيها من النعيم المقيم والبهجة والبهاء والخير والسرور فيها أنهار من ماء غير آس ماء عذب لم يتغير طعمه ولا لونه ولا رائحته وأنهار من لبن لم يتغير طعمه لا وجه للشبه بين لبن الجنة ولبن الدنيا إلا في الإسم وأنهار من خمر لذة للشاربين ليس كخمر الدنيا الذي يغيب العقول وأنهار من عسل مصفاة ليس له من عسل الدنيا إلا الإسم ومهما حاولنا أن نتخيل تلك الصورة البديعة نعجز عن ذلك ولكن دعونا نحاول أن نقرب الصورة إلى الأذهان خالدين فيها وماكثين فيها ولا يموتون لا يخرجون منها أبدا ولا يبغون عنها حولا ونعم أجر العاملين ونعم ثواب العاملين المغفرة والجنة ورغم أن الله عز وجل في غنى عنا وعن أعمالنا إلا أنه قد تفضل علينا أولا وآخرة بذلك الأجر العظيم الذي لا يتناسب مع أعمالنا فسارعوا أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين